اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الاخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والشقيقة دولة الكويت التي تشهد المزيد من النماء والتطور في شتى الميادين مشيدا بالمستوى المتميز الذي وصل اليه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لسيما في المجال البرلماني جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصفرية مع علي السيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الامة بدولة الكويت الشقيقة والوفد البرلماني المرافق الذي يزور البلاد حاليا بدعوة من رئيس مجلس النواب حيث نقل الى جلالته تحياتي وتقدير اخاه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته الطيبة لشعب مملكة البحرين بدوام الرخاء والتقدم رحب جلالة الملك المفدى برئيس مجلس الامة الكويتي وكلفه بنقل تحياته وتمنياته الخالصة لاخيه صاحب السمو امير دولة الكويت ولشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التطور والازدهار وانوها جلالته بمثل هذه الزيارات الاخوية لما لها من مردود ايجابي على صعيد تعزيز التعاون البرلماني واتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير الحياة الديمقراطية في البلدين الشقيقين مؤكدا على الدور المهم الذي يطلع به مجلس النواب البحريني والامة الكويتي في تقوية اواصر العلاقات البحرينية الكويتية على المستويين الرسمي والشعبي وزيادة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم العمل البرلماني واكد صاحب الجلالة حفظه الله امية زيادة التنسيق والتعاون بين السلطات التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز هذه المنظومة الخليجية وتوحيد الجهود والعمل الخليجي المشترك والدفاع عن القضايا الخليجية انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع دولنا وشعوبنا الشقيقة واشهد جلالته بالمواقف المشرفة التي تقفها دولة الكويت بقيادة صاحب السمو امير دولة الكويت تجاه مملكة البحرين ودورها الريادية الذي تطلع به في دعم العمل الخليجي المشترك وتوحيد الكلمة والمواقف بين الاشقاء وخدمة القضايا العربية والاسلامية وتعزيز العمل العربي المشترك وبحث جلالة الملك المفدة مع رئيس مجلس الامة الكويتي التطورات التي تشهدها المنطقة والمستجدات الاقليمية والعربية مع حل اهتمام البلدين من جانبه اعرب رئيس مجلس الامة الكويتي السيد مرزوق الغانم عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدة على حفاوة الاستقبال وعلى حرص جلالته على تعزيز علاقات البلدين الشقيقين وبالاخص في المجال البرلماني واشهد السيد مرزوق الغانم بما يربط القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين من روابط اخوية تاريخية متميزة ووفيقة مؤكدان ان حكام البحرين والكويت الكرامب هم عائلة واحدة وان العلاقات البحرينية الكويتية هي علاقات راسخة وازلية معربا عن اعتزازه بالمواقف الاصيلة لشعب البحرين تجاه شقيقه شعب الكويت خلال الغزو العراقي مؤكدا ان ابناء الكويت جميعا يستذكرون بكل الفخر والاعتزاز هذه المواقف المشرفة للبحرين واهلها الكرامب والتي تعكس وشائج القربة والاخوة والمحبة والمصير المشترك الذي يجمع ابناء البلدين على مر السنين معربا عن اعتزازه بالمواقف الاصيلة لشعب البحرين تجاه شقيقه شعب الكويت خلال الغزو العراقي مؤكدا ان ابناء الكويت جميعا يستذكرون بكل الفخر والاعتزاز هذه المواقف المشرفة للبحرين واهلها الكرام والتي تعكس وشائج القربة والاخوة والمحبة والمصير المشترك الذي يجمع ابناء البلدين على مر السنين مشيرا ان الشعبين الشقيقين هما مكملين لبعضهم البعض في كفة الامور التي بدأت في عصر النهضة في البلدين منذ بداية القرن الماضي واكد رئيس مجلس الامة الكويتية سعي المتواصل لتعزيز التنسيق والتعاون بين مجلسي النواب البحريني والامة الكويتية بما يخدم ويعزز علاقات البلدين ويعود بالخير والمنفعة على الشعبين الشقيقين مشيدا بالانجازات التي حققتها مملكة البحرين على الصعيد الديمقراطي وما تشهده من تطور وتنمية في كفة القطاعات بفضل قيادة جلالة الملك المفدى